أخيرا أحبائي كيف تغلب الكنيسة العمل الشيطاني؟ أولا تغلب الكنيسة بدم الرب يسوع المسيح وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت يعني كلما شهدنا عما فعل يسوع فينا من خلال دمه اللي بررنا واللي طهرنا واللي غفرنا خطيانا وصالحنا وقدسنا وصار إلنا الدخول إلى محضر الله لما منشهد إحنا مندمر مملكة العدو ثم تانيا نغلب من خلال قوة الإيمان بيسوع المسيح أنه ابن الله من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله ثم شيء ثالث نحن نغلب من خلال المقاومة من قاوم خطته هجوم الشرس مؤامراته خطته لأنه عاوز يبلع مكتوب فقاوموه قاوموه راسخين في الإيمان في يعقوب قاوموا إبليس فيهرب منكم إبليس على فكرة بيكره الشخص المتواضع واللي عنده خضوع وعنده وداعة للرب أما المتكبر أعرفه من بعيد الرب يحمينا من الكبرياء ثم كيف منغلب استخدم سلطان اسم يسوع هذا الاسم فوق كل اسم فوق كل رياسة وكل اسم وفي هذا الاسم سوف تشتله كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض فإذا اسم الرب يسوع المسيح مكتوب يخرجون الشياطين باسمه كما قال بولوس للجاري اللي فيها روح العرافي يعني روح شرير أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في تلك الساعة تغلب عن طريق الاسم لكن برضو بتغلب عن طريق كلمة الرب إعلان الحق التعليم الصحيح مفصلا كلمة الحق باستقامة الحق الذي يفضح كل ضلال وكل ظلمة تعرفوا أحسن مثل إلنا هو يسوع لما جاء المجرب الشيطان قال له يسوع مكتوب 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 استخدم كلمة الله شيء سادس منغلب عن طريق الشهادة قوة على الشهادة كل ما شاهدنا ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وإلى أقصى الأرض تعرفوا أحبائي الرسول بولوس تكلم ولا تخجل بشهادة ربنا يسوع المسيح ولا بي أنا أسيره الشهادة أنك أنت إنسان جريء أنت شفت اختبرت أنت سمعت عم بتشارك شو الله عمل معك ولما بتشارك أنت بتوسع دائرة الملكوت وبتهدم مملكة الظلمة وبتفضح أعمال الشيطان من أجل هذا يا مؤمن اشهد كل الديانات تعرف شو هي قوة الشهادة أحبائنا المسلمين عندهم مثلا الشهادتين وهكذا المؤمن المسيحي يشهد أيضا اللي عنده الشهادة يقول الرسول يحنى فإذن الشهادة بتقهر الشيطان بتوسع دائرة الملكوت الشهادة لها دلالة روحية عميقة جدا في الأجواء الروحية نشهد أن الله واحد لا شريك له نشهد أن يسوع وحده هو الرب الحقيقي نشهد أن يسوع هو الطريق الوحيد مش بيقودنا إلى الطريق هو الطريق الوحيد إلى الخلاص وإلى الحياة الأبدية نشهد أن يسوع هو المسيح ابن الله ثم أحبائي نغلب الشيطان عن طريق وحدتنا بعضنا مع بعض وهذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا هناك أمر الرب في البركة الرب يشفي انقساماتنا ويعطينا نغلب الشيطان من خلال محبتنا ومن خلال وحدتنا نظهر المحبة نظهر أننا تلاميذ المسيح نرفض كل تحزب وكل انقسام نظهر ولائنا وتكريسنا وطاعتنا للرب يسوع المسيح أولا ثم أحبائي نغلب عندما ندرك خطط العدو نلبس أسلحة الله الكاملة حتى نقاوم ونثبت في اليوم الشرير لأنه نحن مزبوط نسلك في الجسد لكن محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون حربنا حرب روحية ضد أجناد الشر الروحية في السمويات لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس ينقض يعني يدمر أعمال الشيطان اشتركوا في القناة